طيب ايدي الفولدر اللي احنا هنكاريت فيه البروجيك بالخصائص اللي انا قلتلكو عليها الفريمورك والاسم اللي احنا اخترناه بس قبل ما نعمل كده عايز كنتبصوا على اللينك دو تانا كنت ورده لكو قبل كده دي الدوكومنتيشن بتاعة مايكروسوفت بخصوص ال CLI ال .NET Core CLI وانا واقف هنا على .NET New لو نزلنا تحت هنلاقي ادي الكوماندس ممكن احنا بصينا على دي قبل كده لو نزلنا تحت خالص هنلاقي هنلاقي ال .NET Core Web App ال .NET Core Web App هنزلنا تحت في البيج خالص هنزل تحت خالص كده هتلاقي ايه الفريمورك او لقل اللي هنكتب .F او .NET Framework ولو عايز 3.1 اللي احنا نتارجتينه دلوقتي هنكتب .NET Core App 3.1 تمام يالله بينا لو نعمل البروجيك دو الترميل الجاهز اللي احنا عزينه هنكتب له .NET زي ما احنا شفنا قبل كده new mvc هنكتب له اول حاجه ال name هيبقى اسمه hello world tab والفولدر نفسه هيبقى اسمه بس دائم الاوتبوت طبعا اسمه hello world project وعشان نحدد له الفريمورك هنكتب له فريمورك وهكتب له الفريمورك زي ما شفنا في الدكومنتيشن net core app 3.1 تمام ندس انتر تمام ادي البروجيك تتكاريت هوا زي ما احنا عايزين تمام ادي البروجيك تتكاريت دي الفريمورك لو جينا نفتح بقى البروجيك بتاعنا اللي اسمه hello world app اللي احنا لسه اعمل له انا هفتحه مبدئيا بال visual studio community edition العادي بعد كده هنشوف لو حد الحبيب يشتغل بال visual studio code هنفتحه ازاي بس الاول تعال نشوف ال structure بتاع البروجيك بيكون عامل ازاي ده البروجيك بتاعنا هو يباني ان هو موشحة كتيرة بس هو في حاجة كتيرة جدا جدا هنتكلم عليها بس قبل ان نعمل اي حاجه تعالوا نبص على version framework اللي احنا حددناها احنا زي ما قولنا هو وفي ال command اللي كنا كدبينه احنا عايزين نشتغل ب 3.1 فاحنا شغالين ب 3.1 ودي lista كمان بالفريمورك اللي ممكن نغيرها بس ما حبس ان احنا نعمل كده حاول نشتغل بالفريمورك اللي انا شغال به عشان يطلع لك نفس ال result عشان لو حاجه تغيرت في المستقبل لو مايكروسوفت عملت نسخة فيها او edition جديدة او version جديدة فيها تغير كبير وفي ملحوظة تانية كنت انا نوهت ليها في احد الفيديوهات ان ال web application اصلا بيفتح من console application زي ما انا شايفين كده لو شوفنا ال output type هنلاقي ان هو console application فهو بيفتح لك console application و بيفاير منه بعد كده الشكل التقليلي انت فاهمه عن ال web application انه يتفتح في براوزر بيتفتح من خلال ال اسمه program هنا كده هنلاقي ان هو موجود هو builder startup هنتكلم في الكلام ده لاحقا يعني ما تشغلش بالك بيه وهنلاقي برضو فيه فايل تاني C sharp اسمه startup من هنا منقدر نحدد السيرفز اللي احنا مختارينها ال routing authorizing وهنشوف بعد كده هنقدر نضيف فيه services من خلال ال startup فايل ده لو جينا بصينا بقى هنلاقي هنا فيه ثلاث حاجات مهمين جدا ال models وال views وال controllers ال mvc ال abbreviation الجميل هنا في ال views هيبقى فيه شكل اللي اول ما ال user هيخش على ال page بتاعتنا او ال website بتاعنا او ال system بتاعنا هيلاقي ال view اللي احنا هنعمل له design شكل ما هنا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله وعندنا ال models اللي ال data بتبقى موجودة فيها سواء موجودة بشكل static او شكل ثابت صريح جوه ال page جوه عفوا ال c sharp file او هنجيبها مثلا من data base او حاجة مشابهة وعندنا في الاخر ال controllers اللي هتستقبل ال request ازاي ما اقولنا بتاعت ال users واللي هتحدد ازاي ال models وال views بيكلموا بعض جميل وعندنا هنا ال www root ال www root ديت ده فولدر قديم جدا اسم ما اكشب استخدامه من زمان يعني هنا هنلاقي جواه موجود ال css files بتاعتنا وال javascript بتاعتنا اعني انت لو حابب تكتب شوية css هتلاقي هنا تكتب ال css بتاعك بدون اي مشكلة ونفس الكلام في ال javascript بتاعتك هنا بدون اي مشكلة وهو تقريبا هيبقى by default انت مشاور عليهم زي ما هنشوف فعندنا في اللايبري هنا هنلاقي بقى ال bootstrap وال jquery والحاجات ايه التقليدية ديت بالمناسبة برضو وانا بسجل فيديو ده في ال bootstrap 5 هينزل ال bootstrap 5 ابتدوا ما يستخدموش ال jquery ما يعتمدوش عليه لان ال bootstrap كان معتمد على ال jquery في بعض ال functions او بعض الخصائص فهم ابتدوا ما يعتمدوش عليه طبعا دي حاجة وحشة جدا لل jquery يعني بس كويسة لنا احنا لان ناس كتيرة جدا مش بتشكر في jquery او بتحاول ان احنا ما نستخدمش انه هو يعني مش المجال بتاعنا نحنا نتكلم عليه يعني لو حابين ممكن نتكلم عليه في فيديو من فصل او نعمل article كده مقالة ظريفة نتكلم في الموضوع دوت فمش عارف لسه بصراحة مايكروسوفت هتعمل ايه هل هيبقى مستخدم ال bootstrap 5 من غير jquery او ايه اللي سيحصل وعندنا هنا ال properties هنا في launch settings هنا ازاي ال application بتاعك هيشتغل ال localhost هو مش محطوط على سيرفر او hosted في اي حتة وهي ال 50001 و ال 5000 port numbers و ال HTTP و ال HTTPS و ال IIS Express و هنتكلم على كل الكلام ده بالتفصيل لو فيه حاجة مش مفهومة ما تلاقش خالص الكلام ده كله هنتكلم فيه بالتفصيل احنا بس بنتفرج على شكل البروشيكت اعمل ازاي يعني بناخد فكرة حتى نعمل ايه كأنك بتتمشى كده والdependencies طبعا هنلاقي هنا في P2 frameworks ال .NET Core نفسه و ال ASP.NET Core و هؤلاء الفرجانين مختلفين طبعا ال .NET Core ده 3.1 لكن ال ASP.NET Core زي ما شرحناه في البرزنتيشن قبل كده ده حاجة مختلفة شوية ولهي دايما فرجان مختلفة حبة عنه مش دايما يعني بس كده ده تقريبا مينلي البروشيكت بتاعنا طبعا هنكلم عن كل الحاجات ده زي ما قلنا بالتفصيل ان شاء الله انا بس ايه بناخد فكرة عن شكل البروشيكت اعمل ازاي حاجة اخيرة بقى انا عايز افتح البروشيكت ده فتحت ال Visual Studio Code للناس اللي حابة تشتغل بال Visual Studio Code مش بال Visual Studio ده بس انا عن نفسي هكمل باقي الشغل بال Visual Studio Community Edition عادي انا محب الفيتشرز الكتير اللي فيه ومحب شكله بس يعني هي مجرد اختيار بس مش هيأثر مفروض ان شاء الله على باقي الشغل تعالوا مجرد نشوف ازاي هنفتحه من Visual Studio Code طيب فتحت Visual Studio Code اهو من فايل هنا هاجي اقول له Open Folder هروح على الفولدر بتاعي هقول له Select Folder طبعا نشوف انت كنت تحطه فين او مساميه ايه بالظبط هقول له Select Folder هيفتدي يفتحولي اهوه زي ما احنا شايفين وهيبتدي Detect ان انا محتاج اوبديت شوية حاجات ونزل شوية Extensions تليب ينزل Extensions لل C-Sharp اسمها Omni اسمها OmniSharp هتساعد ان احنا كأننا بنشتغل في Visual Studio العادي وهتلاب ينزل حاجة اسمها .NET Core Debugger عشان تقدر تشتغل في البروجيكت بس نفس كل حاجات تلاقي هناك Controlers وهنا الModels وهنا الViews مفيش اي مشكلة وهدي الwwwroot والCSS كل حاجة موجودة بدون اي تغيير ولو للناس اللي حابة تكمل بال Visual Studio Code كمل مفيش مشكلة ولو ظهرت مشكلة و احنا شغالين ممكن نسابها في الكممنتات و نتنقش ازاي تتحل و دينا كلنا اي ناخد خبرة ده اللي كنت حابة اقوله في الفيديو دوت و في الفيديوهات القادمة ان شاء الله نبتدي نريد فايلز و نرن و نلعب في شوية حاجات كده باتار مرات مرات